اهلا السلام عليكم من جديد لكل المشاهدين في هذه المحطة نتحدث فيها عن قرار مؤخرا كنا قد ذكرنا ولكن قلنا أن يجب أن نخصص حديث أطول ومخصص لهذا الموضوع وهو تبعا لبيان أصدره والأسرة قالوا أنهم قرروا عدم استقبال مندوبي الصليب الأحمر الدولي في كافة السجون غدا الخميس في 28 من تموز ذلك رفضا لقرار اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن تقليل زيارات عائلاتهم من مرتين في الشهر إلى مرة واحدة الحديث عن الموضوع معنا اليوم مدير نادي الأسير في رامالة الأستاذ عبد العالي العناني وأيضا في هذا السياق مهم أن نذكر أنه طلبنا لقاء من الصليب الأحمر أو مندوبي عن الصليب الأحمر هم يقالوا أنه ما فيه لقاءات صحفية كان فيه بيان أرسلوا رح نطلع على تفاصيله ولكن كمان مهم هو دورهم كمان يكونوا موجودين في الإعلام وخاطبوا الناس بعد اتخاذ مثل هذه القرارات اللي بتمس حياة ألاف الفلسطينيين صباح الخير أصدر عبد العالم صباح الخير إليك ولي جميع المشاهدين الكرام ويعطيك العافية الله يعافيك بداية يعني هذا الشهر الثاني اللي بتم تطبيق قرار عبليا عدم تسجيل العائلات المرتين في الزيارة بداية تطلعنا في الإطار العام على موضوع الزيارات وسواء من الجانب الإسرائيلي كيف كمان الصليب هو اللي بيسهل موضوع الزيارات تحطنا بصورة الوضع قبل ما ندخل بالتفاصيل يعني قانون مصلحة السجون العامة في إسرائيل يمنح الأسير كحق زيارتين في الشهر هذا الحق أيضا يواجه عقبات وإجراءات أمنية وإسرائيلية حاقدة اتجاه أهالي الأسرة الممنوعين أصلا من زيارة أبنائهم في السجون عديد من العائلات محرومة من الحصول على أذنات وتصاريح زيارة لأبنائها في السجون تأتي خطوة الصليب الأحمر مفاجئة كونها يعني نحن نعلم جميعا بأنه الدور المنوط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر هو تسهيل الأمور ودور إنساني بحت وبالتالي منذ عام يعني منذ الاحتلال وحتى يومنا هذا نحن نعتبر العنوان الأول والأبرز هو الصليب الأحمر الدولي عندما تخرج علينا منظمة الصليب الأحمر الدولي بهذا القرار نحن نعتبره لا يصوب في مصلحة الإنسانية جمعاء يعني وخصوصا بما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب معلنة بكل الاتجاهات وعلى صعيد واقعنا العزة الأسران العزة لداخل سجون الاحتلال وعائلات الأسرة وما يتعرضون له حتى في أثناء ذهابهم للزيارات من إجراءات عسكرية وتفتيشات وإذلال على الحواجز يذهبوا مع مطلع الفجر ويعودوا بعد منتصف الليل يعني هناك يفترض النظر بحجم هذه المعاناة التي يعانيها الأهل فبدل من التخفيف من هذا العبئ وأن يكون مؤازرين لعوائل الأسرة وللأسرة للأسف هذا يندرج في إطار وفي توقيت أنا أعتبره مشبوه بكل ما تحمل الكلمة معنا حصلت مداولات يعني مداولات على مستوى المؤسسات هيئة شؤون الأسرة والمحرارين ونادي الأسير الفلسطيني وباقي المؤسسات وفصائل العمل الوطني الكل يعني اندهش من ذلك وكانت لقاءات مع الممثلين ورئاسة الصليب الأحمر الدولي وللأسف يعني كان قرارهم متعنتين في هذا القرار أنه لا عودة به كانت الحجة أنه نقص موازنات ولا يوجد موازنات كافية نحن يعني لمسنا ذلك من خلال إغلاق بعض المكاتب الفروع للصليب منظمة الصليب الأحمر في بعض المحافظات وهذا أيضا ضاعف من معناة الأهل عندما يذهبوا للتسجيل ابنهم من محافظة إلى محافظة أخرى لكن أرغم ذلك لو كان هذا السبب حقيقة أنه نقص موازنات مالية يفترض البحث عن بدائل البدائل ممكن أن تكون يعني على مستوى مؤسسات أهلية فلسطينية ممكن أن تكون من خلال السلطة الوطنية الفلسطينية لكن هم أغلقوا أوصدوا كل الأبواب وبالتالي حتى الدور اللوجيستي الترتيبات والتسجيل أن يستمروا فقط بهذا الإطار رفضوا هذا دليل أو نشتم منه رائحة بأنه منظمة العمل عفوا الصليب الأحمر الدولي لا تراعي حجم يعني الصراع الدائر منذ سنية الاحتلال وحتى يومنا هذا من قبل الاحتلال ونحن شعب محتل سؤالي هل هذه سابقة يعني على مدار هذه السنوات هل تم تقليص أو إيقاف عملية من زيارتين إلى زيارة طول السنوات السابقة؟ لا بتاتا كان دور الصليب بالعكس فعال أكثر وكان هو المساند أكثر قريب يعني من عوائل الأسرة ومن الأسرة كانت تواقن الصليب مفعلة أكثر عددهم أكثر وبالتالي يغطوا خدمات أكبر على صعيد الحركة الأسيرة اليوم السجون منتشرة من أقصى الشمال لأقصى جنوب الوطن يعني منتشرة في كل مكان عندما يذهب الصليب الأحمر زيارة دورية يمر أشهر بين الزيارة وأخرى عندما لإطلاع يعني حتى الأمور التي تتعلق بحياة الأسرة منها وكالات الصليب الأحمر ينتظر الأسرة أربع وخمس شهور لإتمام معاملة لإصدار وكالة صليب أحمر من زوج معتقل إلى زوجته التي تتقادرات به في الخارج تخيلي ففي معاناة قضية الأسرة المرضى عندما لا يكون هناك عدد كافي من الأطباء التابعين للمنظمة ونوجه عناية دائما الصليب الأحمر لإفاد طبيب لمراجعة الملف الطبي لأي أسير مريض لا نلمس هناك نتائج وكنا نعول على الصليب دور أكبر ليس دور سياسي يعني نحن نطلب دور إنساني يعني هناك العديد من الجرائم من الانتهاكات التي رصدت وتم توثيقها من قتل في السجون من توفوا نتيجة إهمال الطب المتعمد من تعرضوا للضرب المبرح من أطلق عليهم الرصاص وتم اعتقالهم كل ذلك يصل إلى الصليب الأحمر نأمل لتقرير الصليب الأحمر عندما تصل إلى جينيذ أن يكون هناك مؤثر أن يخرج تقرير من هذه المنظمة الدولية يعني يرتقي إلى مستوى ما يتعرض له أسرانا داخل سجون الاحتلال وأن يكون له صدى في حكومات الدول الغربية في أوروبا أكيد ولكن العودة للتركيز على هذه النقطة إذا كانت هذه أول مرة بتم وقف زيارتين وهذا كما ذكرت أنت حق شيء يكفل القانون مع أنه حتى الأسرة في بيانهم قالوا إحنا بس نقشنا مع الصليب الأحمر أو بس ردينا على الصليب الأحمر قلنا إذا المشكلة مادية إحنا ممكن نلاقي مخرج ولكن حتى هذا يعني كان مرفوض وحتى هذا مرفوض هذا الذي يدفعنا هذا عبء بنزاد على الأهالي هذا عبء بنزاد على مؤسسات الأسرة أساسا يعني اللي هي فيها أزمة بموضوع حتى المحررين ورواتبهم فهو عمليا إحنا مبناش نزيد حمل على حالنا وهم كمان عم بيحملونا هذا العبء اللي إحنا مش مرفوض أساسا نتحمل نتيجة اعتقال صحيح يعني هذا مش عبء هذا شيء إحنا بنقدم حياتنا اتجاه النحرية أسرة ولكن الموضوع المادي هم عم بيحاول يضغطوا باتجاهه اللي هو كان مرفوض لا من الأحزاب ولا من المؤسسات هاي مسؤولية الصليب الأحمر الاحتلال عم باعتقل أسرة بحسب القوانين دولية فبقصد أنه حتى هذا هم عم بيحاول يضغطوا عليه عشان الناس كمان تصير حاسة طب معلش إحنا بنطلب من المؤسسات إنهم اليوم عشان الزيارة الثانية هم يتكفلوا فيه ولكن كمان سقطنا لازم يكون عالي باتجاه مسؤوليتهم اتجاه كل الأشي اللي بيقدموه صحيح عشاني أنا بقول يعني وبسألك قديش الطرح لازم يكون أقوى في الشارع أقوى في الإضربات والاعتصامات اللي عم بتصير أختي العزيزة يعني خاصة إن الأسرة عم بخل خطواتهم أولا وأخيرا غريمنا هو الاحتلال ولا نوجه حرابنا إلى منظمة دولية كالصليب الأحمر يعني لا يمكن أن نحول الصراع أو نهجم على مكاتب الصليب الأحمر الدولي نحن شعب يعني حضاري نتصرف بمسؤولية عالية هذه منظمة دولية يجب أن نرفع صوتنا عاليا يجب أن نحصل هذا الحق يعني كمنظمة دولية مدام تقيم على الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الأماكن التي الدائر فيها صراعات فلا يوجد هناك في التاريخ أسوأ من الاحتلال الإسرائيلي الجاثم على صدور أبناء الشعب الفلسطيني وبالتالي عندما يكونوا فعالين في مناطق أخرى في دارفور وفي ليبيا وفي مناطق الصراعات المختلفة نحن لا نقل أهمية نحن بؤرة الصراع والتوتر في كل المنطقة وبالتالي عليهم مسؤولية أكبر بدل تقليص طواقمهم إضافة عدد أكبر لتحسين مستوى الخدمات قضايا أخرى يعني ما دامهم يقوموا بهذا الدور منذ سنوات ما الذي طرأ ونحن الآن ما لا يقل عن 7500 أسير متواجدين داخل سجون الاحتلال يعني ما زال الاحتلال قائم وما زال الأسرة موجودين وأبواب السجون مفتوحة يوميا نسمع باعتقال العشرات من أبناء شعبنا وبالتالي نحن لا نسكت ولا نمرر هذا القرار يعني مرور الكرام هناك أسرة أولا نوجه لهم تحية داخل سجون الاحتلال واجهوا قرار الصليب بإعلان خطوة نضالية متقدمة بالإضراب المفتوح عن الطعام ابتدأوها فيها دارين كان منهم أحمد البرغوث الفرنسي وزملاء له تم نقلهم إلى الزنازين ومنهم من نقل إلى زنازين نفحة يعني حصل معهم قمع وما زالوا مستمرين بهذه الخطوة هناك إعادة احتجاج بإعادة وجبات طعام ليس ضد إدارة السجون للأسف هو ضد قرار الصليب الأحمر الدولي هناك تنسيق لخطوة جماعية في داخل السجون بأن يكون يوم غد فعلا يعني يوم احتجاج ضد إجراء منظمة الصليب الأحمر الدولي نأمل من يعني الصوت وصل أكيد الرسالة وصلت لكل المسؤولين عن هذه المنظمة نأمل بأن يراجعوا حساباتهم وإعادة النظر في هذا القرار لأنه يمس حقوق مكتسبة لأسران البواسل حصلوا عليها بعد معاناة بعد شهداء بعد ضربات مفتوحة عن الطعام وانتزعت انتزاع من إدارة مصلحة السجون المؤسسات يعني أنتوا دائما في اجتماعات جماعية بينكم فأنتوا عمليا وكانكم جسم واحد إيش في عندكم خطوات تجاه هذا الموضوع؟ يعني كان إذا كان هناك يعني موقف من قبل الصليب متمسكين بهذا القرار وكانت حجتهم نقص الموازنات أن نبحث عن بديل لكن أن لا نفسح مجال هذه المنظمة وما كاتبها مفتوحة في محافظات الوطن بأن تتقاعص عن أداء دورها الإنساني المنوط فيها يعني ونحمل هذا العبئ لمؤسسة أخرى لأن هذه إجراءاتها أيضا معقدة يعني ليس البديل نادي الأسير على سبيل المثال لأنه ممكن الاحتلال لن يسمح لنادي الأسير بأن يلعب دور الصليب الأحمر يمارسه أو يقوم به وبالتالي نحن على مستوى مؤسسات تم نقاش الموضوع بأكثر من جلسة على مستوى أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أيضا لأن الموضوع يهم كل وطني فلسطيني كل ابن أبناء فصائل العمل الوطني والإسلامي وبالتالي النقاش كان عام وعلى أعلى المستويات تم توجيه عناية الأخوة معالي الأخ حسين الشيخ أبو جهاد كونه رئيس هيئة شؤون المدنية والأخ جهاد الجيوسي رئيس الارتباط العسكري أيضا ضمن النقاشات كونهم هم العنوان للاتصال بالإسرائيليين نبحث عن بديل لا يمكن أن نسقط هذا الحق لأسرانة على اعتبار أن الصليب والله أعلن هذا الموقف وما زال مصر عليه يجب أن نحافظ على هذا الحق لأسرانة لعوائل أسرانة هذا ما يخفف من حدة معاناتهم داخل السجون أن يتواصلوا مع ذويهم هذا أبسط حق إنساني يفترض أن نحافظ عليه وحتى لو كانت كما تدعو موازنات الموازنات البديل استعد الأسرى بأن يدفعوا من مستحقاتهم المالية مقابل أن تبقى زيارة الأهل قائمة ونتحدث عن زيارة الأهل عندما حدث في هذا الإطار تحدث أن الناس تسحى على الساعة 4 أو 5 الصباح الناس تقضي ساعات طويلة وممكن يرجعوا على البيت على الساعة 12 و1 بالليل وزيارة الأسير فقط تكون 45 دقيقة صف طويل حسب موقع السجون ممكن البساطة تكون في الصحراء لمدة ساعات طويلة أطفال وكبار وصغار وعملية تفتيش صعبة جدا بتلقوها النساء وكبار السن للدخول لهذه الزيارة ومتحدث أن كل هذا النضال والعذاب اتجاه 45 دقيقة اللي بتساوي بالنسبة للأهل والأسير ثمن كتير غالي اليوم الناس كمان مطلوب مش بس من عائلات الأسرمس مطلوب من الناس كلها يكون عندها موقف اتجاه هذه الزيارة وكل شخص يتخيل أنه كل هذا النضال من أجل 45 دقيقة الشخص ممكن يقضي 12 ساعة الأم الأخ الأبن ذي صغير ممكن يقضي 12 ساعة مقابل 45 دقيقة للقاء بجمعه وعمليا الأهالي كمان بتقسموا هاي لزيارات يعني إذا فيه زيارة للأم فالزيارة التالية تكون للزوجة وللابن هذا إذا سمح لهم وهذا إذا سمح لهم لأنه كمان فيه منع أمني عم بيكون لكثير من العائلات الغريبة مع الإشارة يعني أود التوضيح أيضا بأنه بيان الصليب الأحمر مؤخرا اللي صدر وممكن معاك نسخة منه يعني لخص كل المعاناة الأسرة أو المتواجدين في السجون على مستوى قليل جدا بالعدد الإجمالي لعدد الأسرة داخل السجون اقتصر على الأشبال اللي عددهم قرابة 300 شبل الأسيرات اللي عددهم لم يعني محدود الأسرة المرضى في سجن الرملي عددهم 15 أسير المعزولين بالزنزين وعددهم قليل جدا أو من يعتقل ممكن في مراكز التحقيق والتوقيف وبالتالي هذا يعني ذر رماد في العيون نأمل من منظمة الصليب الأحمر الدولي أن تتلقى الرسائل الأسرة بجدية وإلى جانب التخفيف من وعنات عوائل الأسرة الذين قابلوا هذا القرار بصخط شديد وببالغ للأسف يعني هذه المنظمة يجب أن تلعب دور أكبر على المستوى الإنساني ليس وخصوصا في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا أن تقلص خدماتها وأن تقلص طواقمها العاملة في فلسطين شكرا لك جزيلا شكرا أتمنى أنه كمان هذا الموضوع يثير فعلا تحركات عند الناس على مستويات مختلفة الشهر الثاني اللي يتم فيه تسجيل زيارات ثانية للأهالي ففيه تخوف من عند الأسرة غدا الخميس 28 تموز الأسرة عندهم قرار موحد بعدم استقبال مندوبي الصليب الأحمر في السجون هذا رفض كمان للقرار شكرا لك أستاذ عبد العالم أنه يكون فيه تطور في هذا الملخ ننتقل إلى فاصل مع زميد لريم المصري ونستكمل إبقوا معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة